بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الخامس عشر الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد نواصل حديثنا في إلقاء الأضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونتناول في حلقتنا هذه رسالة له تكلم فيها عن بيان ما تبنى عليه العبادة الصحيحة فقال رحمه الله العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداء فإن الإسلام مبني على أصلين أحدهما أن نعبد الله وحده لا شريك له والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا نعبده بالأهواء والبدع قال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا الآية وقال تعالى أملهم شراكاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فليس لأحد أن يعبد الله بما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب لا نعبده بالأمور المبتدعة كما ثبت في السنن من حديث العرباض بن سارية أنه قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي صحيح مسلم أنه كان يقول في خطبته إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ظلالة وليس لأحد أن يعبد إلا الله فلا يصلي إلا لله ولا يصوم إلا لله ولا يحج إلا إلى بيت الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يخاف إلا الله ولا ينذر إلا لله ولا يحلف إلا بالله وفي الصحيحين إن الله ينهاك من تحلف بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي السنن من حلف بغير الله فقد أشرك وعن ابن مسعود لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا لأن الحلف بغير الله شرك والحلف بالله توحيد وتوحيد معه كذب خير من شرك معه صدق وإذا كان الحالف بغير الله قد أشرك فكيف بالناذر لغير الله والنذر أعظم من الحلف ولهذا لو نذر لغير الله لم يجب الوفاء به باتفاق المسلمين يقصد الشيخ رحمه الله النذر للقبور والمزارات بقصد قضاء حاجات الناذرين كما يفعل اليوم عند الأضرحة وكما كان في الجاهلية ينذرون للأصنام وهذا شرك أكبر يخرج من الملة لأنه عبادة لغير الله عز وجل قال الشيخ فمن ظن أن النذر للمخلوقين يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة فهو من الظالين كالذين يظنون أن عبادة المخلوقين تجلب لهم منفعة أو تدفع عنهم مضرة ثم أجاب رحمه الله عما يحصل للمشركين عند الأضرحة وغيرها من الكلام الذي يسمعونه حتى يظنون أن الميت يخاطبهم أو ما يحصل لهم من الطيران في الهواء أو الإخبار عن الأمور الغائبة حتى يظنوا أن ذلك من الكرامة التي تحصل لهم ببركة الأموات أو الأصنام فقال رحمه الله وهؤلاء المشركون قد تتمثل لهم الشياطين وقد تخاطبهم بكلام وقد تحمل أحدهم في الهواء وقد تخبره ببعض الأمور الغائبة وقد تأتيه بنفقة أو طعام أو كسوة أو غير ذلك كما جرى مثل هذا لعباد الأصنام من العرب وغير العرب وهذا كثير وهذا كثير موجود في هذا الزمان وغير هذا الزمان للظالين المبتدعين المخالفين للكتاب والسنة إما بعبادة غير الله وإما بعبادة لم يشرعها الله وهؤلاء إذا ظهر أحدهم شيئا خارقا للعادة لم يخرج عن أن يكون حالا شيطانيا أو محالا بهتانيا فخواصهم تقترن بهم الشياطين لكن لا تقترن بهم الشياطين إلا مع نوع من البدعة إما كفر وإما فسق وإما جهل بالشرع فإن الشيطان قصده الإغواء بحسب قدرته فإن قدر على أن يجعلهم كفارا جعلهم كفارا وإن لم يقدر إلا على جعلهم فساقا أو عصاة جعلهم كذلك وإن لم يقدر إلا على نقص عملهم ودينهم ببدعة يرتكبونها يخالفون بها الشريعة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فينتفع منهم بذلك ولهذا قال الأئمة لو رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتر به حتى تنظر وقوفه عند الأمر والنهي ولهذا يوجد كثير من الناس يطير في الهواء وتكون الشياطين هي التي تحمله لا يكون من كرامات أولياء الله المتقين ومن هؤلاء من يحمله الشيطان إلى عرفات فيقف مع الناس ثم يحمله فيرده إلى مدينته تلك الليلة ويظن هذا الجاهل أن هذا من أولياء الله ولا يعرف أنه يجب عليه أن يتوب من هذا وإن اعتقد أن هذا طاعة وقربة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل لأن الحج الذي أمر الله به ورسوله لا بد فيه من الإحرام والوقوف بعرفة ولا بد فيه من أن يطوف بعد ذلك طواف الإفاضة فإنه ركن لا يتم الحج إلا به بل عليه أن يقف بمزدلفة ويرمي الجمار ويطوف للوداع وعليه اجتناب المحضورات والإحرام من الميقات إلى غير ذلك من واجبات الحج وهؤلاء الضالون الذين يضلهم الشيطان يحملهم في الهواء يحمل أحدهم بثيابه فيقف بعرفة ويرجع تلك الليلة حتى يرى في اليوم الواحد ببلده ويرى بعرفة ومنهم من يتصور الشيطان بصورته ويقف بعرفة فيراه من يعرفه واقفا فيظن أنه ذلك الرجل قد وقف بعرفة ومثل هذا وأمثاله يقع كثيرا وهي أحوال شيطانية قال تعالى ومن يعس عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ذكر الرحمن وذكر الرحمن هنا هو الذكر الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالأحوال الرحمنية كرامات سببها الإيمان وهي نعمة من الله على عبده لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين وأما أصحاب الأحوال الشيطانية فهم من جنس الكهان يكذبون تارة ويصدقون أخرى ولا بد في أعمالهم من مخالفة للأمر ولهذا يوجد الواحد منهم ملابسا للخبائث من النجاسات والأقدار التي تحبها الشياطين ويرى مرتكبا للفواحش ظالما للناس وهذا فرق ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان والله المستعان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر